رح نبدأ بالتعريف طبعا رح نبدأ بسنجل بارتكل كما هي العادة فرح أخذ سنجل بارتكل بهذا الشكل طبعا ر هو الفيكتور من محور الدوران أو من البيفت اللي بمر في محور الدوران إلى موقع الجسم والزخم الخطي إلو هو P بنعرف الزخم الزاوي بشكل التالي The angular momentum is defined as L equals R cross P إذن هذا بذكرنا بالضرب الاتجاهي طبعا P هو عبارة عن M times V هو الكتل مضروب في السرعة هلا بما أنه L كمية متجهة فيه إلو مقدار وفيه إلو اتجاه The magnitude of L نتذكر كيف كنا نوجد المقدار في الضرب الاتجاهي نأخذ مقدار الأول مضروب في مقدار الثاني في sine الزاوية بين اتجاهيهما فإذن the magnitude of R times the magnitude of P times sine theta هلا لو عوضنا مكان P MV شو بصير M times the magnitude of R times the magnitude of V sine theta وثيتا هي الزاوية بين اتجاه R واتجاه LV الاتجاه كيف نوجده بنرجع إذا كان الجسم بلف counterclockwise مع الاتجاه الموجب العمودي وclockwise مع الاتجاه السالب العمودي if the particle is rotating counterclockwise the direction of L is in the positive perpendicular direction and if the particle is rotating clockwise the direction of L is in the negative perpendicular direction هذا المقدار وهذا الاتجاه relationship between L and tau هون نرجع أول شيء نتذكر شو كانت العلاقات بين F وP في التranslational motion وبننقل العلاقة للrotational motion في التranslational motion قانونة الثانية كان بحكي لنا F net equals DP by DT هلا لما نأخذ هاي العلاقة للrotational motion مقابل F شو بصير عنا tau اللي هو التورك ومقابل P شو بصير عنا L كان عنا linear momentum P بصير عنا angular momentum اللي هو L فبتصير العلاقة tau net equals DL by DT example A particle of mass M moves in the XY plane in a circular path of radius R as shown إذن عندي جسم يتحرك في مسار دائري ونحن نهتم بالمسار الدائري لما نجي نتعامل مع الأنجولار momentum قتلة M هذا الجسم وبعده R أو نصف القطر هو R find the magnitude and direction of its angular momentum relative to an axis through O when its velocity is V إذا بدنا نوجد الأنجولار momentum بالنسبة لمن؟ لمحور بمر في النقطة O اللي هي الأوريجين لما تكون سرعته مساوية لV إذن صار معروف معنا M R وأيضا V هلأ أول شيء المقدار عندي R V sin theta مضربين في ال M theta هي الزاوية بين تجاه ال V واتجاه ال R وبتطلع هون هلأ بأخذ امتداد اتجاه ال R وهيك شو صارت الزاوية الزاوية الآن هي 90 درجة وبالتالي the magnitude of L equals M R V sin 90 درجة كم sin 90 شو بيساوي واحد إذن equals M R V طيب هذا المقدار لاتجاه هو من الشكل شعطاني بلف counterclockwise إذن تجاه هين راح يكون مع positive Z axis the figure shows that the rotation is counterclockwise as a result the direction of L is in the direction of the positive Z axis example in the figure shown a sphere of mass M1 and a block of mass M2 are connected by a light cord that passes over a pulley of radius R طلا هذا النظام نعرفه كويس إحنا عندي جسم على سطح طاولة موصول بخيط هذا الخيط بمر على بكرة وجسم آخر كتلة M1 لما نترك النظام يتحرك M1 راح تنزل و M2 راح تتحرك باتجاه اليسار إذن هذا هو النظام اللي موجود عننا أطعنا نصف القطر للبكرة the block M2 slides on a frictionless horizontal surface طبعا هو بيوصفنا الحركة الآن find شو المطلوب the angular momentum of M1 about the center of the pulley إذن بدي angular momentum لـ M1 بس لوحدها in terms of M1 R and its instantaneous velocity إذن هو بدي إياها بدلالة السرعة اللحظية للكتلة M1 فإذن instantaneous velocity معانا V هلأ إحنا بنعرف أنه the magnitude of L1 بدي نساوي R1 P1 sin theta اللي ممكن نكتبها بالشكل التالي M1 R1 V1 sin theta هلأ M1 أعطانا إياها في السؤال و V1 السرعة اللحظية بدنا نوجد بدلالتها أصبح بدنا نوجد R1 و sin theta فبنرسم الشكل التالي نتذكر أول شيء المحور بدنا إياه بمر من مركز البكرة فإذن هذا هو الـ pivot اللي موجود عننا بمركز البكرة هلأ المتجه R1 من وين لوين من محور الدوران إلى موقع الجسم وبالتالي سيكون بهذا الشكل هذا هو R1 طيب الزاوية ثاة بين R1 وبين V1 صح V1 كيف اتجاهها لتحت لأنه يتحرك إلى الأسفل فإذن هذا المتجه بمثل V1 عشان أوجد الزاوية هلأ بأخذ امتداد R1 وامتداد V1 هذا امتداد V1 وبيدي امتداد R1 إذن الزاوية ثاة شو صارت هاي الزاوية المحصورة بين تجاه R والV بقابلها بالرأس نفس الزاوية هاي الزاوية ثاة مين بحكي لي مقدر نحسب ثاة ولا ما بنقدر نعم هلأ أول شي بنكمل مثلث قائم الزاوية كيف بنكمله بنرسم نصف القطر للبكرة اللي هو R ساين ثا شو صار عندنا المقابل المقابل R الواتر مين R1 فإذا ساين ثا أصبحت R مقابل رسول مقابل R1 هلأ دعنا نعوذ مكانها شو يصير عندنا M1 R1 V1 R مقابل رسول R1 هايك المقابل R1 بتروح مع المقابل R1 شو يضل عندنا M1 V1 R طبعاً R اللي هو نصف قطر البكرة هذا الماغنيتود أوجدنا هلأ الاتجاه من بيحكي لكاونتر كلاكوايس ولا كلاكوايس هذا كاونتر كلاكوايس نعم إذن هو مع اتجاه الـ positive Z axis the direction of L1 is in the direction of the positive Z axis in the figure shown هذا نفس السؤال شو لتغير المطلوب بس find the angular momentum of M2 about the center of the pulley in terms of M2R and its instantaneous velocity من بتوقع شو راح يكون الجواب نفس الشي بس بدلالة M2 M2V2 و R هلأ الاتجاه وين راح يكون كمان counterclockwise إذن كمان راح يكون مع اتجاه الـ positive Z axis هلأ السؤال يقل لكم V2 و V1 شو علاقتهم ببعض اثنين بتحركوا بنفس السرعة the magnitude of V1 equals the magnitude of V2 angular momentum for a system of particles هلأ ما يكون عنا نظام من الجسيمات شو بنعمل نوجد الـ angular momentum للأول للثاني للثالث بس لما نجمعهم نتذكر هاي كمية شو مالها كمية متجهة فبنجمعهم جمع متجهات كل واحد مع إشارته the total angular momentum of a system of N particles about an axis of rotation is the vector sum of the angular momentum of all particles in the system فبنوجده لجميع الجسيمات في النظام بنكتبه على شكل summation وحكوم بهذا الشكل the total equals summation over i equals 1 to n l i طبعاً as a vector هيك بنوجد الـ angular momentum لنظام من الجسيمات relationship between l total and tau احنا شفنا نو العلاقة بين l و tau للسنجل بارتكل كانت dl by dt شو بنبدلها هون بس شو بتصير l total فإذا tau net equals dl total by dt example a light rigid road of length l equals 1 إذن خلينا نتطلع حكالي light كلمة light شو معناها light rigid road خفيف إذن كتلته مهملة بالتالي بهمل المومة of inertia للroad هاي أول معلومة أعطانا إياها m road equals 0 حكالي of length l equals 1 هذا طوله كله طول الroad l equals 1 meters joins two particles إذن هذا بيربط جسيمات اثنين مع بعضهم البعض with masses m1 equals 4 kilograms and m2 equals 3 kilograms أعطاني الكتلة الأول والثاني هدولة صاروا معنا at its ends طبعا هم هدول موجودين على أطراف الroad بعدين شو حكالي the combination rotates in the x y plane about a pivot through the center of the road as shown إذن كلهم هدول مع بعض رح يلفوا حوالين محور بمر بمركز الroad فهيك رح يصير عنا هذا الشكل موجود عندي إحنا رح نهمل كتلة الroad بيظل عندي جسمين بدي أهتم فيهم فإذن محور الدوران بمر من وين من المركز هذا هو محور الدوران شو بده determine the angular momentum of the system about the origin when the speed of each particle is 5 meters per second إذن هو أعطانا speed لكل واحد فيهم the magnitude of v1 equals the magnitude of v2 equals 5 meters per second وطلب مننا angular momentum للنظام كله حوالين هذا المحور صار في عندي l1 و l2 بدي أجمعهم مع بعض فإذن l total equals l1 plus l2 هذو الفيكتورس والآن بدي أوجد l1 وأوجد l2 هلأ اطلعوا هذا circular motion يعني ممكن تستخدم النتيجة اللي حصلنا عليها من المثال السابق مباشرة بس إحنا للتوضيح رح نرجع نحله مع بعض l1 اللي هو m1 r1 v1 sine theta طب r1 من وين لوين من محور الدوران للجسم اللي هو m1 طلع فيها كم بتساوي l over 2 و l معطينا إياها واحد إذن هي بيطلع مساوي إلى point 5 طيب وبالنسبة لv1 معطينا إياها ما هو الزاوية sine theta بحالة الحركة الدائرية شو رح تكون دائما 90 بحالة فقط الحركة الدائرية فإذن رح تكون 90 ديجريز ونعوض الآن في الأرقام l1 10 كيلوغرام ميتر سكويرد والدوران معطينا إياها بالشكل هو counterclockwise إذن الاتجاه مع من مع positive z axis yes yes لو كانت clockwise بأخذ minus كلام سليم طيب l2 m2 r2 v2 sine theta بنعيد نفس الخطوات هلا في عندي r2 هياتها من محور الدوران لموقع الجسم شو بدها تساوي l over 2 وهي عبارة عن 1 over 2 بالنسبة لtheta أيضا رح تكون 90 درجة وبالتالي بنعوض في الأرقام الدوران counterclockwise هور عندي 7.5 كيلوغرام ميتر سكويرد per second هلا نجمعهم اثنين بنفس الاتجاه الناتج هو 17.5 كيلوغرام ميتر سكويرد per second والاتجاه positive z axis